بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل الحديث أو الكلام على قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قد توقفنا في الحلقة السابقة على ما يستفاد من هاتين الآيتين فنقول وبالله التوفيق أولا يوخذ من الآيتين أن الفرقة والاختلاف بين المسلمين يسببان سواد الوجوه والعذاب يوم القيامة وذلك لأن تفرق الجماعة والخروج على ولي الأمر والتفرق والاختلاف في الآراء والمعتقدات يصرفان عن الدين فتحصل المفسدتان المفسدها الأولى تفرق الجماعة التي هي قوة المسلمين والمفسدها الثانية فساد الدين لأن الدين لا يصلح إلا الاعتصام بحبل الله عز وجل والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أما إذا رجع الناس إلى آرائهم وأفكارهم وإلى قول وإلى أقوال آئمتهم وقادتهم فحينئذ يخرجون من الدين ويصير دينهم الهوى ويصير دينهم المصطلحات التي أحدثها لهم سادتهم وكبراؤهم وفي يوم القيامة يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة ثانيا يؤخذ من الآيتين أن الاجتماع والائتلاف بين المسلمين يسببان بياض الوجوه يوم القيامة ويسببان دخول الجنة والخلود فيها الاجتماع اجتماع الكلمة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على الجماعة ونهى عن الفرقة وأمر بطاعة أولاة أمور المسلمين ونهى عن معصيتهم والخروج عليهم فهذا تتحقق به جماعة المسلمين وكذلك الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عند التفرق في الاجتهاد أو عند الاختلاف في الاجتهاد هذا يسبب أيضا يسبب للمسلمين الرجوع إلى الحق وإلى المصدر الصحيح وأما إذا أصر كل على رأيه وأصر كل على تعصبه لمتبوعه فإن ذلك يسبب الشقاء والعذاب ويشتت الأمة ويحدث العداوة والبغضى بينها ويأخذ من الآيتين الكريمتين أن الفرقة والاختلاف يسببان الارتداد عن الدين وذلك لقوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم وهذا تعنيف واستنكار على من تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يقال لهم يوم القيامة أكفرتم بعد إيمانكم فكل من ترك الحق رغبة عنه إلى غيره من الهوى وأقوال الآخرين فإنه يكون له نصيب من هذا الوعيد أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم والكفر شرك بالمقراء أكفرم لا شك أن هذا رد عن دين الإسلام وقد يكون كفرا لا يخرج من الإسلام وذلك بالمخالفات التي دون الشرك ودون الكفر بالله كالبدع والمحدثات فإنها نوع من الكفر بعد الإيمان ولكنه كفر دون كفر وعلى كل حال فإن مخالفة الأدلة والتعصب للآراء أن ذلك وبال عظيم أقل أحواله أن يكون صاحبه أن يكون صاحبه آثما ومتوعدا بأشد الوعيد وكما سبق وكررنا أنه لا يدخل في ذلك الاختلاف في الاجتهاد الفقهي الذي الهدف منه الوصول إلى الحق فإن لا إمة يجتهدون في معرفة حكم النوازل فمنهم من يوفق للصواب ومنهم من لا يحالفه الصواب ولكنهم مأجورون على كل حال على اجتهادهم وإرادتهم ونيتهم الصالحة ولكن الواجب علينا نحن الواجب على المسلمين أن يأخذوا من أقوالهم ما وافق الدليل وأن يتركوا من أقوالهم ما لم يقم عليه دليل دون نيل منهم أو تنقص منهم لأنهم لم يريدوا مخالفة الحق وإنما هم يلتمسون الحق ولكن ولكنهم أخطأوه فهم مأجورون ولكن لا يجوز استمرارهم على قول يعلمون أنه خطأ ولا يجوز تقليدهم أيضا على قول يعلم أنه مخالف للدليل هذا وبالله التوفيق وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة